كابتن شريف هل المشكلة كلها كان في توظيف محمد صلاح بس؟ كان فيه مشاكل وسلبيات أخرى في التشكيل الخاص بفيتوريا والخاص بمتخابنا الوطن؟ لا طبعا يمكن بس في البداية وخلينا نقول إن صلاح النهاردة دي أوف النهاردة ما جاش بسبب إيه؟ من أسوأ اللعيب هو على فكرة الحالة إن الفنية بتاعته بعيدة خلاص؟ نرقم واحد خلينا نقول إن درجة الحرارة ورطوبة الدرجة الحرارة مش عالية بس رطوبة كانت عالية جدا حلاص ده أثرت بشكل كبير وأولاً إنت رتمك بطيء أنا حاسس إن أنا بتفرج على من الماتش الودي اللي فات نفس الرتم البطيء تدوير الكرة بشكل بطيء مفيش حركة كل واحد بيسلم الكرة وقف يتفرج على زميله أنا حاس إن أنا كنت بلعب برضو الماتش الودي بتاعنا طب إحنا أقولنا أو العزر بتاعنا المرة اللي فاتت اللعبة خايفة على رجلها عشان البطولة ما تتعوش يا ظرمان تكيف ماتش ودي قبل البطولة إنما حضرتك إنت دخلت البطولة إنت بتهزر لا اللعيبة لازم تاخد أمور بشكل جديد أنت بتهزر أنت كان زمانك متصدر لمجموعة أنت مرتاح بالضبط أنت حطيت نفسك في موقف آآ صعب جدا أنت كان في دلوقتي مسكت غانا النهاردة أفضتها اديتها درس في الكورة في درس اشتغل النهاردة أولاً فرقة منظمة جداً فرقة جماعية جداً في الملعب عندهم سرعات وعندهم ممكنات وعندهم لعيبة خطر جداً واحد ضد واحد واتنين ضد اتنين وإحنا عندنا مشاكل إحنا عندنا في جاب كبير جداً المساحات عندنا بتبقى كبيرة تلو أنت دايماً كمنتخب مصر أنت بتهاجم في حالات هجومية دايما عندك مساحات زي الجنوب التاني اللي جي فينا خلينا نقول إحنا فيتوريا اللعب بطريقة آيتي النهاردة لعب أربعة ثلاثة ثلاثة على الورق صح؟ بص على الشكل بتاع الحالة الدفاعية بتاع فريق منتخب مصر وهو بيرجع هتلاقي اتنين سترايك هتلاقي صلاح ومصطفى مش الضبط كده تحتيهم أربعة زيزو النني وحمدي وتريزيجي الناحة التانية والأربعة مضافعين دورا شكلنا في الحالة الدفاعية في طريقة اللعبة أربعة أربعة أتنين في الحالة الهجومية أول ما بنمسك الكرة بيحصل خلقاتي صلاح بيروح جاي داخل تحت المصطفى زيزو روح جاي داخل الجناح ده اللي بيحصل بالزبط ده مغد نظر بعن صورة التشكيل دي لأن لا 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 صورة ده خالص اه انا بنقارن بقى بنقارن هو بيقول أربعة ثلاثة ثلاثة بس احنا بالزبط في الحالة الهجومية أربعة اتنين تلاتة واحد الحمد الفاتح كان بيعمل دور هجومي النهاردة لا بسيط على استحياء جدا بسيط انا حاس بالزبط انني ما ينفعش يلعب ستة طبعا انني يا جماعة ما ينفعش يلعب ستة بالزات بالزات وانت بتلاعب فرقة متوسطة زي موزنبيك وفي حالة انت دايما في حالة هجومية انت عايز بواحد بيالعب ستة عنده باور قوة دفاعية مراوان ما صيح يا سيدي مراوان حمدي اه حمدي فتح اه حمدي فتحي مراوان او حمدي بس طبعا كان يفضل حمدي مراوان الفترة الأخيرة اوكي لان انا انا قلت حتى بتشكيل المرة انا قلت انا قلت انا قلت عايز حمدي حمدي خلاص ومعنني ماشي بس معهم امام اه خلاص بس امام يلعب تمانية واني ان يلعب تمانية صح خلاص لكن النهاردة احنا بقولك هو كربونة من ماتش الودي ام بالزبط ام تبتلاقي انني بالراجل ينزل لي تحت بين المدافعين يطلع الراجل ده ينزل حمدي بين المدافعين ام بالزبط كده ام بنلعب سلو موشن اه طيب محمد صلاح النهاردة زي ما اتكلمنا وقلنا قبل كده يا جماعة هو الراجل افكاره افكاره على الفكرة هو مساعة ما يجيب يلعب بالافكار دي اه ان الصلاح بيخش في نص الملعب ما بيخلق مش عشان زيزو ام عشان ايه هو كان بادئ قبل كده هو عشان يهرب من الرقابة هنا ويشتغل ويوجد حلوة هو محتاج يهرب محمد صلاح اصلا اصلا النهاردة هو دي اوف والمباراة برضو حتى اللي فاتت كان كده بس ايه هي المقاومات اللعيب بتاع المركز ده ام ما هتفرق هو صلاح بيلعب زي ما بيلعب مع ليفربول لا صلاح بيلعب هناك وينجر جناح جناح صريح ما فاش بيعرف امتى يخش جوه يا يخد مش بيخدها وهو واقف جوه ايه ايه تفرق كتير متحرك وفيه وقت بخدها وانا جناح عشان اقدر اشتغل واحد ضد واحد هي دي الامكانيات بتاعت صلاح وامتى لما بخش بعمل الوفرلاب المفروض يتعمل انما انت انا بتفرج على الماتش والله سلو موشن بيتلعب ومحفوظ اول ما بننسك كورة زيزو بقى وينج بقى قافل على محمد هاني اللي اتنين بيشتغلوا في حتة قد كده لو خدت بالك قول لي كده زيزو عمل ليه الخمسة اربعين ديها اللي اولا حاجة مفيش هو بس بداية شوت تاني يا جماعة ده ليس تقليلا من زيزو يا جماعة احنا نتكلم كجانب فني لعلاقة بمصلحة المنتخب ناحة تانية تريزيجية برضو كان وحش نهارة فنان كان عائلة خالص من المباراة اللي فاتت خلاص عنشاطه من النهاردة هو مصطفى محمد اه عنشاط واحد بيحاول بيكتاد صح صح افضل لعيته مصر نهاردة بيمرر وبعديه حمدي خلاص طيب عندنا حجازي النهاردة برضو خطأ الجون اللي جيه لازم انا نزل هو اولا منعم الاتنين انت قصدك في الجون التاني صح اه في الجون التاني هو اولا منعم ده هو الجون الاولاني تماما ده لو هنقيمه ده هو مصيبة 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 طبعا خلينا في الجون الاولان اه ماشي انت اولا الكروس محمد حمدي بيعمل عملية تحليق بسيط لان فيه آآ باك هيعمل اوفرلاب بدأ يأخر نفسه عشان لو الباك هيعمل اوفرلاب ايه اللي هيقفل فمين اللي جايله متاخر حمدي يبقى هنا فيه بلوك فيه لازم ضغط قبل الكروس ما يطلع طيب الكروس هو بيطلع اللي تنسرت باكلة فندية سويبين الناس واتفرجوا عالكورة محمد عمين عم هو حجازي انت فرود لعيبة كبار دعيب ان انا اقولوك وكده ده اساسيات كورة زاوية ميل شايف الراجل شايف الكورة فين وشايف الراجل اللي انا مسكه فين مش بسس بس في اتجاه الكورة ده اساسيات في الكورة انا مش بكلمك في لعبة دهولية انت بتتكلم في لفل رقم واحد يبقى ده الجون الاولان خطأ من الناس الكروس اللي ترافع من البداية رقم اتنين التمركز بتاع اللعيبة وعدم رؤية راس الحربة ان هو يجيب جون الجون التاني اللي اتنين مدفعين برده مدفعين محمد عب منع وطبعا والمساحة كان فيه مساحة حاجات كبيرة والنني طبعا تأخر وحمد دي ما ضغطش من بدري عب منع بقى نفسه بدري الطايمينج بتاع حجازي حاجة من اتنين اه اكمل معل رجلي وعمل فاول تكتيك احط جسمي حلو انا اصلي لو عمل تاكل لو عمل تاكل لو عمل تاكل لا لا خالص لا تكتيك هو واقف لو عنده سرعات هيقدر يكمل معاه انما هو عشان ما عندهوش سرعات فانزل نزل ازاي حجازي نزل باليمين متنية وعايز اجيبها بالشمال الكرة دي انا اجيبها ازاي بقى كابتن مرة واحدة باليمين كرة التانية الجون التانية انزل اللي بعناها شايفة كرة كويس واطير وانزل اجيبها كده باليمين تمام